مقاطعة جلسات مجلس النواب العراقي الحل الأخير لأعضاء البرلمان عن مدينة البصرة جاء ذلك بسبب عدم أعطاء البصرة التخصيصات الكافية من موازنة الخمسة بترو دولار في ذل اختيارها العاصمة الاقتصادية للعراق رغم ذلك لدينا موافقات مسبقة من الحكومة الاتحادية أتحدث عن وزارة المالية والتخطيط هي أعطتنا الموافقات وصادقة على خطة مجلس المحافظة وأعطتنا موافقة بالأنفاق والمناقلة وبعد ذلك لغت المناقلة من أساسها إذا غضبت البصرة لن يقب بوجهها لا العبادي ولا رئيس الجمهورية ولا البرلمان ونقلب الطاولة على العراق كل أعضاء مجلس النواب من محافظة البصرة بل تعاطف معنا كثير من نواب المحافظات وقالوا لن نصوت على الموازنة إذا لم يعطوا للبصر حقوقها لأن خير البصرة هو من أعطى الخير للعراق حيث عقد مجلس محافظة البصرة جلسة بحضور أعضاء البرلمان وأعضاء المجلس والمحافظ لمناقشة كيفية تأثير عدم تحويل الأموال التي بذمة الحكومة المركزية وتأثيرها على حركة الإعمار وبناء المشاريع في المدينة قانون البصرة عاصمة اقتصادية للعراق لا يوجد فيه أي تخصيصات مالية فبالتالي يجب أن تراعى البصرة من هذا الجانب بحيث يسمح للحكومة الاتحادية بصرف هذه المستحقات إعطاء فسحة من الأمل وفسحة من المجال للحكومة المحلية بتطبيق هذا القانون لا يمكن أن نعفي البصرة من الخمسة دولار بيعتبر أن البصرة أكثر انتاجا لنفط حوالي 3.416.000 برميل لربما حتى نقاطع جلسات البرلمان وكحكومة محلية لربما كثير من أعضاء الحكومة المحلية قاموا بتقديم استقالاتهم إن لم تلتزم الحكومة الاتحادية بإيفاءها باستحقاقات محافظة البصرة وينس قانون البصرة العاصمة الاقتصادية على تحويل محافظة البصرة بحدودها الإدارية كافة إلى منطقة حرة للتبادل التجاري وإنشاء مناطق تنموية اقتصادية لتكون جاذبة للاستثمار من قبل الشركات العالمية